أكيد هيكون عندنا وقفة يا فرس لكن أكيد حابب تعالي على مباراة الأمس والفوز على فريق طلاقة الجيش خليني أبدأ من نقطة يا سامة أنت قلتها وأنا متفق معاك فيها تماما وهي فكرة أن أنت تبقى متأخر وترجع ده موقف كولر أول مرة بيمر معاك دي في الدوري مباراة الدوري كانت سهلة نسبيا بالنسباله يعني كان بيبدأ بدايات موفقة كمان مباراة الداخلية أنت طالع يعتبر هيفي سكور فأنك تروح لمباراة مختلفة أو بشكل مختلف كان ده مهم جدا تبدأ تشوف المدير الفني بتاعك بيعمل فيه وأنا للأمانة دايما بشوف أن الفرقة الكبيرة في كرة القدم هي اللي بتعرف تكسب وهي وحدة ده معناه إيه؟ معناه أن الطبيعي الطبيعي وإنت في أفضل أحوالك تكسب ده طبيعي بسواء فرقة كبيرة أو فرقة صغيرة لو المباراة بتخدمك ظروفها أن أنت النهاردة موفق وأن أنت ليدنج في المباراة وأن أنت اللي استهدس بتاعتك أفضل طبيعي تكسب إنما لما مباراة ظروفها تمشي بشكل مش هو الأفضل وظروفها تمشي بشكل مش هو المتوقع وتبدأ تكسب ده بيكون مؤشر إيجابي بالنسبة لي جدا ويمكن ده لما حصلش فترات كتيرة في رأي الموسم اللي فات يمكن افتكروا كده الشعور النفسي بتاعكم دايماً هتلاقي الأهلي لما كان بيدخوا المباراة تحس إن الماتش ده مش بتاعنا وتحس إن النهاردة إحنا بنضيع أو النهاردة الكرة مش ماشية معنا دايماً كنت هتلاقي إن الماتش بينتهي بنتيجة سلبية وأنا كنت بشوف إن دي من الصفات اللي فقدها النادي الأهلي في الدوري آخر موسمين وما كنتش حبيبها إن هي لو أنت وحش بنسبة كبيرة ما بتكسبش ونبدأ نقول إيه أصلاحنا عندنا أخطاء تحكمية فده مهم جدا ويجي ناس تبدأ ترد تقولك لأ ما أنت لو كنت كويس كنت تكسب بغض النظر عليك أخطاء تحكمية ولا لأ أو ندخل في دايرة صعبة جدا إنما إن أنت ما تبقاش في أفضل أحوالك بفريق كبير وتقدر تكسب ده بالنسبة لي عودة لحاجة مهمة جدا كمان مهم جدا إن كولر يبدأ يستكشف الفريق بتاعه داخل السيزن وداخل المباراة مهم جدا إن أنت وإنت بتعمل ده وحنيجي للأرقام طبعا وحنيجي نتكلم معاك في قصة الأرقام ولكن مهم كمان إن أنت العنوان النهاية يا أسامة إن أنت تحافظ على صدرتك العلامة الكاملة 12 نقطة 4 مباريات بتيجي تقدر تتصدر وكمان في كرة القدم بتصدر أزمات للمنافس هي دي الكرة هي دي الكرة إن أنت حفاظك على وكان عندنا برضو النقطة السلبية دي إذا مالك يفقد نقاط ولا يتعثر أنت متستغلش ده وكم بيحصل وكم بيحصل كمان في الدوري اللي قبله اللي احنا ضيعنا في نقاط إنما إن إذا مالك ضيع أربع نقاط في أربع مباريات ده عدد ونسبة كبيرة جدا أنت بتتكلم أربع نقط من 12 يا أسامة هي التلت بالزبط فالناس كمان بالنسبة لها لا أربع نقاط من أربع مباريات يا جماعة ده عدد كبير من فقد النقاط فإن أنت تبدأ تضغط وإن أنت تحسس الزمالك لا أنا مش هسيب فرصة إن أنت تتعصر وأنا كمان أتعصر وندخل في القصة دي بدري طب تصدر أزمات ترجمة نانسي قنقر